اعمل ايه لو عندي حقط او اكتر عايز اعمل فيهم ورق حقط ومش هارف اجيب الكمية قد ايه وخايف يطلع كتير اوي او يطلع قليل اوي على حسب يعني انا ممكن ما بقاش عارف اه اجيب ايه وممكن حد ينصب علي ممكن حد يبعلي زيادة على الفاضي ففي الوضع ده انا هعمل ايه بقى اول حاجة هيجي عند الحيطة بتاعتي وحقيس عرض الحيطة وبعد مقاص عرض الحيطة حقيس الارتفاع بتاعها كويس جدا الحيطة اللي هحط فيها آه ورق الحط بعد كده هضرب مقاس عرض الحيطة في الارتفاع بتاعها كده انا جبت مساهة الحيطة بتاعتي طيب لو انا عندي باب او شباك فالحيطة دي هعمل ايه هقيس مقاس الحيطة عايز جدا زي ما قولنا في الاول هقيس العرض في الارتفاع الكلي بتاع الحيطة بعد كده حقيس الشباك او الباب بنفس الطريقة حقيس عرض الشباك في ارتفاعه او عرض الباب في ارتفاعه وبعد كده هكون انا جبت مساحة الحيطة الكلية وجبت مساحة الباب هخصم بقى ده من ده يعني هاشيل مساحة الباب او الفتحة من الحيطة وبقيس الباب من عند الحلق من عند الفريم بتاعه والشباك نفس الكلام برضو حقيس كل المساحة دي وحخصم دامن ده حخصم مساحة الفتحة او مساحة الشباك من المساحة كلية بتاعت الحيطة بعد كده هكون انا عندي المساحة بالضبط هي كام هروح عند الشركة اللي هشتري منها او محلة اللي هشتري منه الورق الحائط هقول له طبعا انا الاول هنقي الورق الحائط اللي انا عايزه بعد كده هسأل الرول الواحد بياخد او بيغطي مساحة دي ايه كده احنا عرفنا ازاي نجيب اه عدد الرولات الول بيبر او الورق الحائط على حسب مساحة الحيطة اللي عندي اه طيب اه لازم دايما نصيحة لازم دايما اجيب رول زيادة علشان اه تحسبا لاي خطأ يحصل وحد بيلزق لي الورق الحائط ممكن يحصل لاي خطأ فلازم اجيب رول زيادة اه علشان اه لو حصل اي خطأ او حصل اي حاجة وانا مسلا موجود في البيت عادي بعد ما لزقت حصل اي حاجة حاجة دا لقت عليه او اتقشر او حصل اي حاجة فيبع عندي رول زيادة من نفس شكل الول بيبر علشان اه ممكن يكون مسلا مفيش منه بعد كده فهتح السوبا زي ما بنعمل في السيراميك لازم نجيب رول زيادة اشتركوا في القناة